المدافعين عن القضية الفلسطينية وعن حق الشعب الفلسطيني في بناء دولة مستقلة دولة ذو سيادة دولة متكاملة الأركان تكون عاصمتها القدس الشريف لحسين أي تحمد كما لكثير من القادة في جبهة القوى الاشتراكية علاقات مميزة مع القادة التاريخيين للسلطة الفلسطينية مثلا حسين أي تحمد كان من بين أصدقائه المقربين الشهيد ياسر عرفات ولكي أحكي لكم فقط بين قوسين في 2004 كان حسين أي تحمد كان في الجزائر العاصمة بمناسبة تنظيم ندوى أو تجمع جماهيري على مستوى بلدية عين بن يان في القاعة المتعددة الرياضات في بلدية عين بن يان بمناسبة إحياء الذكرى الخمسين لاندلاع الثورة التحريرية هذه الندوى أو هذا التجمع نشطه هو مع الراحل مهري رحمة الله عليه وملود حمروش يعني بعد يومين أو ثلاث تلقى خبر مرض الوعكة الصحية أو مرض الشهيد ياسر عرفات وخبر نقله بصفة استعجالية إلى مستشفى فالدوغراس في فرنسا حسين أي تحمد في ذلك الوقت تنقل إلى المقر الوطني للحزب وأخبرنا وأخبر القيادة السابقة في الحزب بأنه من واجبه التنقل لمستشفى فالدوغراس لكي يطمئن على صحة الشهيد ياسر عرفات فكان حسين أي تحمد من بين الأشخاص القلائل الذين سمح لهم بأن يلتقي بياسر عرفات في الدقائق أو الساعات الأخيرة من حياته وكان مقربا بصفة كبيرة سواء لياسر عرفات ولقادة منظمة فتح